يلا نتقاط بفعال منشت منشت لا وإن شاء الله بإذن الله يعني فرصتنا تكون كبيرة وبإذن الله أنه نتأهل للدور التالي بإذن الله خلال الفترة اللي جاهد دور التمانية بإذن الله يعني يابت الرضو بيقول فرصتنا فرصتنا دية هو ثمنيات طبعا أنا متأكد أبل ٥ أه طبعا ما إحنا يعني بيني وبين حدرتك والناس والدنيا بيني وبينك زادت الدنيا كل إليان لا يعني احنا بصراحة ما بنقدمش كورة احنا ماشيين على التكال ربنا يعني طب ما ده حاجة والدعوات فهي للغاة دلوقتي موصلانا للغاة النهاردة دول الستاشر الدعوات لان احنا ككورة ملعبناش خمسة في المئة في الثلاث مطشاة اللي فات فالنهاردة يمكن ربنا يكرم بقى ونشوف حاجة مختلفة بس طبعا التشكيل نزل دلوقتي ايه رأيك فيه بصراحة يخاوف ايوه ايه الحاجة اللي انت مين اللي مفروض ومين اللي مش مفروض يعني اللي مفروض مثلا يشيل النني ويلعب حد يبقى عنده الحتة بتاعت الحتة الجميع احسن من الحتة الدفاعية احنا هندفع ليه هنددي احساس للفرقة التانية ان احنا نزلين ندفع ليه ده احنا مصر بلاعب مين مكان اني ما هو هيلعب بقى تريزيجي هيلعب مصطفى فتحي يلاعب زيزو اي حد من الناس اللي عنده حلول هو عنده بدائل في كل مكان يعني هو عنده البديل صلاح مثلا اتصاب عنده البديل اه طبعا عنده في الحتة بتاعت صلاح اتنين زيزو ومصطفى فتح عنده ناحية الشمال فيه تريزيجي وفيه امر برموش عنده راس حربة فيه كهرباء وفيه احمد كوك عنده في نص الملعب فيه مهند لاشين وطبعا كان امام قبل ما اتصاب ويعني ممكن اي حد يلعبها كمان يعني ممكن الديفندر ده ممكن هلعب بواحد بس هو لعب بزيزو مثلا ومام عشور لما يرجع مهند لاشين وزيزو تشكيله قدامنا هو وقت بال حضرتك فهو يعني حاطت الغلبة انه هو عايز يدافع مش عايز يهاجع يعني اه يعني كده انت شميت ريحة الدفاع خطة دفاعية في المباراة بالزبط كده وده بخوفك جدا طبعا العمدي يخسر وغير كده احنا لما نمسي الكورة لو ما كانش فيه لعبة عندها حلول تاخدوا الكورة دي وتروح عشان تجيب جن كل كورة هنمسيك هندهالهم هايجوا علينا فيها هيدغطونا فعشان كده ان انا بقولك كان لازم انني يبقى بر للتشكيل ومين مكانه ويبقى زيزو او مصفت طبعا